بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين اليوم جايبت لكم تغيير شوي عن طنخات رمضان جايبت لكم هذا نوم من البسكوت أو من الفطاير المالحة محشية بالزيتون الأسود والزعتر بصراحة رائعة مع حفلات الشاي أو مع القهوة ما في أحلى منها ممكن أنا كنت أعملها أيام ما كنا نعمل ضيافة من زمان كنت أنا أعمل كيترينغ ضيافة فكنا نعملها صغيرة مرة وكانت تأجب كثير الناس في الأفراح والمناسبات مقاديرها مرة سهلة هذا زعتر زيتون أسود مقطة جبنا اللي بالكاسات إذا ما في جبنا بالكاسات جبنا متلثات بيكينغ باودر وملح وسكر ملعقة سكر طحين وزيت وحليب وماستر معجوم ماستر اختياري اللي ما يحب ما يحب نخلط الطحين نحط مع الملح والسكر والبيكينغ باودر نقلبوا بيدنا شوية عشان نختلطون الموالي الجافة مع بعض بعدين نحط بيضة واحدة نحط الزيت ونحط الزبدة إذا كنا نحبه مثل البسكوت مقرمش نعمل هذا المقدار إذا كنا نحبه شوية لين مثل الفطاير نقلل الزيت والزبدة ونكثر الحليب يعني نفس الأشياء الموجودة هنا نص كوب زبدة ونص كوب زيت وكوب حليب حليب سايل لكن إذا كنا حبينه لين زي الفطاير نحط ربع كوب زيت وربع كوب زبدة وكوب كامل حليب بعدين نصير العزينة لينة يعني حسب الدوق إحنا حبيناها شوية كذا صير شوية مو مرة يابسة تطلع لا تطلع هشة تطلع مرة لذيذة هشة بس في ناس كانوا يطلبونها أيام الزواجات والمناسبات يطلبونها تكون زي الفطاير بس نقلل الزيت والزبدة ونكثر الحليب نعجنها تمام نقسمها إذا كنا حبينها شوية كبيرة نقسم العزينة نقسمين إذا كنا نحبهم صغار نقسم العزينة ثلاث أقسام أربع أقسام ما نعجنها عجن بس كذا دعك عشان يختلطون المقادير مع بعض مثل ما قلتك ما أنا قسمتها هالمرة قسمين ممكن نقسمها ثلاث أقسام تطلع أصغر حسب الذوق نرش الطحين شوي على اللوحة اللي حنقطع عليها أو البلاستيك نرق العزينة يعني قد ما نستطيع نرقها ما على شوال حين صارت كذا فيها فتحات هنضبطها من الشابة بالخشبة نحاول نعملها بإيدنا مستطيل قدر المستطاع طبعاً نخلط الجبنة مع ملعقة واحدة ماسترد معجون المسترد هذي جبنة كاسات بس مثل ما قلت لكم البلدان اللي ما فيها جبنة كاسات الجبنة المثلثات مثلها فاش كري هالأنواع نعجنها وملعقة واحدة بس ماسترد اللي ما يحب المسترد يلغي ما في مشكلة بس هو طبعاً يعطي طعم بس ما نكثر ملعقة واحدة ملعقة تأكل ندهن العزينة بعد ما نرقها مستطيل ندهنها طبقة رقيقة من الجبنة الكاسات أو مثل ما قلت لكم الجبنة المثلثات نهرسها بعها شوية حليب بس عشان نصير قابلة للدهن ندهن المستطيل كامل طبقة رقيقة نرشه بالزعتر الزعتر العادي حق الفطور اللي نفطر فيه نرشه تمام في القطة بعدين نوزع الزيتون الأسود بعد ما نشير منه النوى ونقطعه بالسكين ناعم نحاول انه بالزعتر نغطي كله الحين نرش الزيتون طبعا انتو عارفين الطعم ايش هيكون ما شاء الله جبنة وزعتر وزيتون يعني كله لذيذ ما شاء الله بعدين بايدنا بس نبغط شوية عشان يلتصق عشان لما نجي نلف فوق ما يتعبنا في اللف نحاول نلف ونلصق تمام تمام ما نخلي فراغات لما يطلع عندي شكل زي سويسرول ومثل ما قلت لكم ممكن العجينة تكون نعملها ثلاث كوار ونضغقها صير اصغر حسب الذوق انا هالمرة عملتهم كبار شوي بعدين نحطهم في كيس بلاستيك ونلف الكيس عليهم وبايدنا ندحرجهم عشان اذا العجينة فيها اي فتحات او اي شايفين صير كلها متساوية وملسة لازم كده بننايلو نحطها الحين في الفريزر تجمد يعني اذا ممكن تقعد شهر شهرين بس ممكن تعملونها يعني اذا نص ساعة طلعونها عشان اسهل التقطيع لما نجي نقطعها بسهولة تقطع نرسها على الصينية فيها ورق او مدهونة خفيف بس الورق احسن عشان ما ينحرق الزيتون ندخلها فرن وسط حوالي ربع ساعة عشرين دقيقة بعدين نفتح الفرن شوية من فوق تحمل خفيف من فوق مكثير وهذه هي ما فيه ألد منها بصراحة جدا لذيذة تغيير يعني مو كله بس حلويات حلويات حلوة الموالح قدمناها هنا مع شاي كاراك روعة بصراحة ألف عافية لا تنسون اللايك والشير وسبسكرايب إن شاء الله الحين حنبتدي نعمل حلويات العيد ومعجنات العيد اللي نقدر نحفظها نعملها ونحطها هذا ممكن تنحفظها بع الباب في الفريزر بعدين بس نسخنها خفيف ترجمة نسخن